اشتركوا في القناة لها نتائج كبيرة على كافة المستويات وتقدم الملحوظ في عملية استعادة الموصل وقوات الجيش والشرطة العراقية تسيطر على قرية طوبيا جنوب محافظة نينوة وزير الخارجية المصرية يكشف عن مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في سوريا ستقدمه مصر بالاشتراك مع إسبانيا ونيوزلندا مشاهدين الكارم اسمحوا لي أن نناقش هذه المحاور مع ضيفي لهذا الصباح الأستاذ أحمد صوان الكاتب والمحلل السياسي أصعد الله صباح صباح الخير تحياتي لك وتحياتي لمشاهدين شكرا لكم أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد صوان عمليات الجيش العربي السوري على كامل مساحة الجغرافية السورية من المنطقة الجنوبية الآن كان على شاشة الإخبار السورية أخبار عاجلة مفادها تدمير مواقع ومقرات وتحصينات ودشم ومرابض هاول للتنظيمات الإرهابية في درع البلد وفي محيطها أيضا لو كنا أيضا تم استعادة كتيبة الدفاع الجوي وتلت بازو في جنوب حلب ولو تحدثنا عن ريف دمشق الغوطة الغربية السيطرة على مزارع جنوب خان الشيح وأيضا على المنطقة جنوب غرب زاكية التي يمكن أن يكون هناك مصالحات خلال الأيام القادمة كيف تقرؤون هذا الواقع الميداني اليوم؟ يعني لا شك أولا بهذه اللوحة التكاملية هذا المشهد التكاملي ما بين الشمال والوسط والجنوب وعلى امتداد الجغرافية الوطنية السورية هذا المشهد يشير بكل وضوح على أن هناك ثلاث قنوات لابد من اعتماده كمقومات أساسية فيما يتعلق بمؤجات الإرهاب والإرهابيين وتطير أرضنا من هؤلاء الإرهابيين بالقضاء عليهم لأن لا طريق ولا بوابة إلى أي اشتباك سياسي أو حل سياسي أو حوار وحلول سياسية للأزمة في سوريا سوى انطلاقا من القضاء على الإرهاب بشكل كامل وعدم التعامل معهم بأي شكل هذه اللوحة الثلاثية التي تتشكل من خلال الحسم العسكري فعلا بمزيد من التراكمات وهذه الإنجازات وهذه الانتصارات لجيش العرب السوري النقطة الأخرى والأساسية هي ما أشارت إليه سوريا باستمرار من خلال مراسيم العفو وهي سياسة الأبوة باحتواء كل أبنائها ورعايتهم واحتضانهم لتأتي بالنتيجة على المصالحات الوطنية أيضا لتعزز ولتنضج أكثر فأكثر الظروف من أجل الدخول في عملية حل سياسي أنا باعتقادي التداعيات كثيرة فعلا هذه التراكمات هي تحاول أن تفكك فعلا التشابكات وتعقيدات الأزمة في سوريا من خلال هذه التدخلات الإقليمية وهذا التدخل الفز العدواني الاحتلالي الخارجي أيضا فيما يتعلق بالجغرافية الوطنية السورية الآن نحن نتجه فعلا صوب أساسي فيما يتعلق بهذه البوصلة وهي أن لا طريق سوى طريق القضاء على الإرهاب ومكافحة هذا الإرهاب كأولوية لا تعلوها أولوية لذلك هذا المشهد السياسي أو هذا المشهد الميداني أيضا للجغرافية الوطنية السورية يشير بكل وضوح على أن كما أشرت في مقدمتك على أن النصر حتمي وآت نريب فيه طيب أستاذ أحمد عندما نتحدث عن أم المعارك اليوم في مدينة حلب كان هناك مشروع تهدئة لمدة ثلاثة أيام وتم تمديد من قبل الدولة السورية بالاتفاق مع الدولة الروسية تمديد يوم آخر وفتحت المعابر وجهزت جميع كان هناك استنفار كامل في أجهزة الدولة في دمشق وأيضا في حلب ولكن لم يتم خروج أي مسلح نتيجة ضغط هذه التنظيمات الإرهابية على الأهالي أيضا والمسلحين الذين يريدون أن يسووا أوضاعهم أيضا تم الضغط عليهم لم يكن هناك خروج لجبهة النصر الإرهابي وكان هناك غياب تام لما يسمى بالأمم المتحدة وممثلها على الأرض سيما كان هناك دخول لهم عند الساعة السادسة والربع مساء لمدة نصف ساعة دخلوا وخرجوا دون أن يكون هناك أي إدلاء بالمعلومات لماذا تسعى دائما الأمم المتحدة على غير ما تسوق لتضع العصي دائما في هذه العجلة لا الأمم المتحدة بالأساس هي أداة أداة أمريكية فيما يتعلق بالحالة في سوريا وواضح جدا ذلك وبالتالي كل التهديئات أو الأحرى الهدن التي قيل على أنها يمكن أن تؤتي بثمارها أو بنتائجها أنا باعتقادي بالأساس الإرهابيون هم الذين رفضوا هذه الهدنة ويرفضونها باستمرار وهم الذين يعرقلون بدعم سواء كانت من أمم المتحدة كأداة أمريكية أو من خلال الدول الضامنة والرعية لهؤلاء الإرهابيين لذلك أنا باعتقادي بالدرجة الأولى والأساسية هنا على أن مسألة الهدنة في الأساس عندما يتم نسجها أو بالأحرى نعمل على تنفيذها أنا باعتقادي لا يمكن أن تكون من طرف واحد ما الذي بقي للدولة السورية أن تقدمه؟ لذلك تماما هي تقدم لأنه تريد فعلا عملية أولا على الأقل تقليل مع عملية صفك الدم التقليل من الضحايا الموجودين في هذه المناطق التي ينبغي فعلا على هؤلاء المسلحين أن يتخلوا عنها أو ينسحبوا منها وبالتالي أن لا تبقى هذه المناطق بالنسبة لمواطنين وأبناء شعبنا يستخدموا كدروع بشرية لصالح هذه الترانزيمات الإرهابية هناك إصرار فعلا من كل هذه الدول المعادية للسورية المعادية للجغرافيا الوطنية السورية على المزيد من تشبيك الأوضاع أكثر فأكثر وتعقيداتها أكثر في الساحة السورية لذلك وخاصة بما يتمثله حلب فعلا من رمزية هامة جدا ومن موقع استراتيجي كبير على المستوى السياسي والجيوسياسي أيضا بالنسبة لكل الحالة أو لحالة الأزمة في سوريا بتعقيدات يهود الشبكات لذلك القضية الأولى والأساسية أن هناك صبر فيما يتعلق سواء من قبل الدولة السورية أو من قبل الحلفاء وروسيا بتعاونهم الكامل مع جيش السوري فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب هذا الصبر أنا باعتقادي هو قابل للتنفيذ أو لتحقيق بعض النتائج لكن في عملية فضح حقيقية فعلا لهؤلاء الإرهابيين وللدول الضامنة رعوم وللأمم المتحدة فيما يتعلق بأن تطبق الأمور فعلا ليس فقط في مجال التهديئة إنما أيضا في مجال التصعيد وفي مجال التعقيد أكثر فأكثر لكن أنا باعتقادي أن هذه الانتصارات التي تحقيقها جيش العرب السوري بنفاذ فرص الهدى أو ما يسمى بوقف العمالة القتالية هي تزدنا إصرارا وتمسكا على أن لا أولوية تعلو على أولوية مكافحة عندما يكون هناك مباركة من الولايات المتحدة الأمريكية لما تقوم به روسيا وسوريا من أجل فتح باب التهديئة لمدة ثلاثة أيام ودائما يتنطح ديمستوري ويقول إذا طرر ما سأكون أنا حاضرا جسديا في هذه المنطقة لأهمية من هو موجود اليوم داخل الأحياء الشرقية هل يغيب التنسيق بين الأساس المحرك الأساسي لما يجل اليوم في المنطقة وفي سوريا خصوصا عن دور بعض الأدوات على الأرض تحدث عن السعودية وقطر وتركيا هناك تدخل سافر في شمال سوريا وأيضا هناك تصريحات من قبل النظام السعودي بأننا لن نتوقف عن مدهد التنظيمات الإرهابية بكافة أنواع الأسلحة النوعية وغير النوعية لاحظ تماما أنه نحن لا يمكن أن نفصل فعلا كل أطراف هذه المؤامرة على سوريا سواء كان من خلال الميسترو الأمريكي كقائد أو الدول الضامنة التي تشكل حليفة لولايات المتحدة الأمريكية أو هذه التشكيلات الإرهابية والمسلحة فيما يتعلق بالأرض الوحدة قائمة وبالتالي لأنها بالأساس نحن أمام مواجهة بين مشروعين كما تتضح فعلا بكل الدلائل والوقائة فيما يتعلق مشروع الذي يريد الأمن والاستقرار وبالتالي يستند إلى الحق والعدل والشرعية الدولية وهو محور المقاومة بالأساس وبالتالي إلى حد أن هذا التحالف بدأ يتسع أكثر فأكثر فيما يتعلق بمواجهة المشروع الآخر أو المحور الآخر الذي هو المحور الأمريكي وبالتالي الدول الأقليمية المتحالفة أمام المتحدة الأمريكية وهذه التنظيمات الإرهابية الصراع قائم الأمم المتحدة بالأساس بانسحاب المسلحين أو الإرهابيين من الحياة الشرقية من حلب كان هو في الأساس طرح ديمستورا وطرح الأمم المتحدة وبالتالي تلقفته سوريا وروسيا وقالوا تماما نحن نبارك ذلك لكن عندما وجدت الأمم المتحدة كأداة أمريكية على أن ذلك لا يخدم المشروع الهيمنة والتسلط والتدخل في الأوضاع السورية حاولوا أن يضعوا العصي في عجلات هذا المشروع وخاصة أن الظروف الأمنية لا تسمح فيما يتعلق بهذه الحالة ولا تسمح حتى بمرور الشاحنات الإنسانية يكذب ذلك تماما ما جرى على الأرض من تهيئة الظروف من أجل فعلا تمرير الشاحنات المساعدات من جهة وانسحاب المسلحين وتسوية أوضاع ما لا يريد فعلا بالتخلي عن سلاحه لكن بالنتيجة نحن ما زلنا أمام مشهد دراماتيكي فيما يتعلق بحلب حلب الجميع يؤكد على أنها هي أم المعارك تحاولها المتحدة الأمريكية وتركية والسعودية إضافة إلى التنظيمات الإرهابية على أن تمتلك بعض الأوراق الاستراتيجية في حلب طب ما الذي تريده اليوم واشنطن من حلب؟ لماذا هذه المماطنة اليوم؟ لا تريد فعلا أن ينعكس كل التوجهات القائمة فيما يتعلق بحلب بانتصار سوري أو بانتصار روسي وبالتالي هي تحاول فعلا أن تفرمل هذه الحالة ما تقضي تماما على أن استمرار صفك الدم يمكن أن يتيح لها فرصة ما أو بمسجدات ما على أن تمتلك بعض الأوراق الاستراتيجية فيما يتعلق بالدخول بمسار سياسي أو باشتباك سياسي روسيا وسوريا اتخذتا قرار قبل بدء هذه التهديد وكان هناك تهديد لهذه التنظيمات الإرهابية بأن سيكون هناك القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية المتواجدة في الأحياء الشرقية وخارج الأحياء الشرقية وعملية الحسم سوف تكون على غير ما تتوقعه الدول حتى الراعية لهذه التنظيمات الإرهابية بدأت عملية الحسم اليوم ما الذي يمكن أن تلعب عليه واشنطن؟ الواشنطن تلعب على الكثير في بيتها الأقل لأنها انقلبت تماما ولا تريد أن تكون شريكة فعلا لهذا الحلف القائم المتبلور بشكل حقيقي وأساسي في مواجهة الإرهاب لا تريد أيضا القضاء على الإرهاب تريد أن يبقى هذا الإرهاب بتشكيلاته المختلفة فيما أدات من أدوات تشغيلها فيما يتعلق بإضعاف سوريا بإضعاف الجيش السوري بهز العلاقة الروسية مع سوريا وبالتالي بهذا التوجه الروسي فيما يتعلق بالحسم الصبر الروسي نفذ فيما يتعلق بهذه الحالة روسيا لا تريد فعلا أن تتخذ أيضا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية حالة معادية لمكافحة الإرهاب تريدها أن تكون شريكة فعلا فيما يتعلق سواء في مواجهة الإرهاب أو في مواجهة الدخول فيها ولكن جميع الجهود تبقوا بالفشل دائما من قبل روسيا باحتواء الأمريكي لذلك المسألة الأولى والأساسية هي أن لا ندع لهم أي فرصة فيما يتعلق باستمرارية تلاعبها بالأوضاع السورية وهذا لا يكون فعلا إلا من خلال صب الجهود الآن مجددا فيما يتعلق بمواجهة هذا الإرهاب وعبر قرار الحسم المتخذ أصلا ما بين روسيا وسوريا في مواجهة هؤلاء الأرهاب لماذا واشنطن والدول الدائمة لهذه التنظيمات الإرهابية اليوم على الأرض التي هي شريك حقيقي بسفك الدم السوري والأمم المتحدة من خلفها وكل المسميات اليوم في المحافلة الدولية إن كان جمعية الأمم المتحدة وغيرها ومجلس الأمن يكون ممتعد حقيقة عندما يكون هناك تسويات مصالحات سميها ما أشئت في عدد كبير من المناطق السورية إن كان في دارية إن كان في قدسية في ألهامة في الوعر وهناك أيضا الترتيب اليوم لمنطقة وادي بردة ولأتل وأيضا لزاكيا وهناك حديث عن أيضا دومة في الغوطة الغربية وكلها صناعة سورية سورية نحن قلنا تماما أن أحد مقومات المواجهة هذه الأزمة من أجل الوصول إلى حول مسألة المصالحة الوطنية والمصالحات التي تجري والتسويات التي تجري بإطار وطني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لهذه المصالحات والأمة المتحدة معها طبعا إلا أن تخرج من جاي بها وبالتالي هي تعتبرها لمصالحات لأنها تريد فعلا أن يكون لها دور فيما يتعلق بهذه المصالحات من أجل فعلا تعقيد الأمور أكثر فأكثر لذلك هي تجد فعلا المصالحات مجرى في دارية تم إدانته فيما يتعلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأمة المتحدة أيضا لأنها كانت الأمة المتحدة بعيدة عن هذه المصالحة هي تريد أن تكون قريبة من هذه المصالحات من أجل أن تزيدها تعقيدا أكثر فأكثر ومن أجل أن تنتزع بعض التنازلات أو بالأحرى تنازلات ما لصالحها أولا الإرهابيين القضية الأولى والأساسية هي ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية عندما انقلبت فعلا على الاتفاق التعاون مع روسيا فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والإرهابيين وحتى هذه اللحظة هي ترفض فعلا أن تقدم اللوائح الجادة والصادقة فيما يتعلق بما تدعيه بمعارضة مسلح معتدلة وهذا التصنيف الذي ابتكرته الولايات المتحدة الأمريكية زورا وبهتانا من أجل أن تفصل الأمور عن داعش والنصرة أو تنظيمات الإرهابية حتى هذه اللحظة هي تعتبر داعش أو تعتبر النصرة ليست تنظيما إرهابيا وبالتالي فما بالك بالتنظيمات الأخرى المتفرعة من داعش ولا تتشكل حالة توأمة مع النصرة بأحرار الشام وجيش الساعة هذا ما تصميهم دائما الاتفاق المتحدة الأمريكية بمعارضة معتدلة برأيك ما هو الاعتدال اليوم في قاموس؟ أنا باعتقادي في القاموس الدولي والقانون الدولي وإذا طرحنا المسألة بهذه الإشكالية لا يوجد معارضة تحمل سلاحاً لا يوجد وإلا هناك حالة من التمرد وحالة من الإرهاب المعارضة التي تتعامل فعلاً وفق برامج سياسية برامج اقتصادية وسياسية أيضاً في مواجهة من تقول سواء كان الدولة أو النظام أو المؤسسات هذه الدولة لكن معارضة وتحمل سلاحاً لم تعد معارضة وبالتالي أصبحت حالة إرهابية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تماماً أنه كلهم إرهابيين لكنها ما زالت تريد أو تعتقد أنها قادرة فعلاً على أن تحركهم وتشغلهم تشغلهم وفق مصالحها الحيوية أو مصالحها الاستراتيجية واكتشفنا تماماً أنه ما هي هذه المصالح من خلال إجابة على سؤال محدد تماماً لماذا تم استهداف سوريا على هذا النحو المتوحش والمتغول لماذا كل هذه الأدوات الإرهابية التي تمر بأموامر الولايات المتحدة الأمريكية لماذا كل هذا التسليح حتى الآن التسليح بدأ تسليح ثقيل لهذه التنظيمات العربية أنا باعتقادي أنه هناك هدف أساسي هو أخذ سوريا إلى مجهول تفتيت سوريا وبالتالي طرح المسألة بشكل آخر على أن هناك استمرارية للهيمنة الأمريكية أو للتدخل للأمريك طيب أستاذ أحمد اليوم عندما يكون هناك غياب لممثلي الأمم المتحدة عند المعابر التي تم فتحها من قبل الدولة السورية لخروج الأهالي والمسلحين من هذه الأحياء الشرقية باتجاه المناطق الأخرى لماذا تم وجود ممثلي الأمم المتحدة لمدة نصف ساعة دخلوا إلى الأحياء الشرقية وخرجوا دون أي تصريح لماذا هذا الدخول لا يمكن أن يمر مرور الكرام ما الذي قاموا به في الداخل لاحظ تماما أن هذه التفاصيل مهمة لأنها تكشف فعلا عن الهدف الحقيقي فيما يتعلقها هم لا يريدون تماما أن يتم ذلك من خلال الدولة السورية ومن خلال الجيش العربي السوري سواء بتعاونه مع روسيا أو بتعاون مع الفرقاء الآخرين أو الأطراف الأخرى المتحالفة بهذا المحور المقاومة في مواجهة العربي والعربي هم لا يريدون لأنهم تماما لا يريدون تماما إلا ما يعبر عن سياستهم وتوجههم وبالتالي عن مصالحهم باستمرارية هذا النزيف وعملية سفك الدم القضية الأولى لأن هذه المسألة إذا تركت فعلا للجيش العربي السوري والدولة السورية تكشف فعلا على أن هناك حالة من العداء حتى للأمن والسلام فيما يتعلق بالأزمة في سوريا حتى فيما يتعلق بالحيلون دون أن يكون مواطنين أو يكون أبناء شعبنا في حلب وفي غير حلب بمثابة دروع بشرية لهذه التنظيمات الإرهابية هي على علاقة داعمة تماما لهم وكلنا يدرك تماما ماذا تفعله هذه التنظيمات الإرهابية في إطار السياسة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تستطيع أن تتقدم خطوة فيما يتعلق لا بالصدقية وجدية في مكافحة الإرهاب ولا تستطيع أن تتخذ قرارا أيضا لأنه الآن هناك في انتخابات رئاسية أمريكية وهذه السنة بالنسبة لأمريكا سنة لا قرار الاستراتيجي لذلك تحاول أن تلعب على هذا النحو إذن لم يكن دخول ممثلي الأمم المتحدة إلى الأحياء الشرقية من أجل إقناع المسلحين بالخروج أنا باعتقادي لا لأنه الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذا التوجه مجرد أن بدأت ديمستورا بالأساس يطرح المسألة أنه سيرافق هؤلاء الأرهابيين ومن النصرة وعدة وحدد تسمائة شخص من هذا الكلام كان في المجلس الأمن لماذا لم يحضر ديمستورا؟ نعم لماذا لم يحضر ديمستورا؟ لأنه يطرح فقاعات صابون فيما يتعلق بهذه الحالة وعم يتستر بذرائع أساسية وكان يعتقد تماما أن هذا المشروع لن ترضى به سوريا ولن ترضى به روسيا لذلك سيعودون للتجني على سوريا وعلى روسيا وبدأوا أن يضعوا الكرة دائما في ملعب سوريا وروسيا تماما وبدأوا بهذا التجني وهذا الافتراء على ما يتعلق بوقف المساعدات الإنسانية وحتى بما يسمى بقسين طبعا حسب توصيفهم بجرائم الحرب أنا باعتقاد إلى حتى هذه اللحظة ما زلنا أمام عملية فرز حقيقية بين من يريد الأمن والسلام لسوريا وبين من يريد أخذها إلى مجهولة الفضة ضغمية في حال التزايد وفي حال التصايد السيد حسن نصر الله أكد البارحة بأن معركة حلب هي معركة مصرية للمنطقة بشكل عام وليس فقط لسوريا ولبنان هذا كلام مهم وبالتالي تثبت وقائعه وصوابيته من خلال ما يجري الآن تحدث الكثير لسطر عن وجود اليوم حسب الله في سوريا أنا باعتقادي بالأساس لم يوجد هذا التحالف المقدس ما بين حزب الله وسوريا وإيران والعراق وروسيا إلا من أجل تنظيف هذه المنطقة فعلا ليس فقط من الهيمنة الأمريكية أيضا من كل هذه الأدوات الإرهابية الموجودة وبالتالي القرار الحسن فيما يتعلق بالوصول إلى الانتصار كانتصار وبدأت هذه الحالات الانتصارات تتراكم أكثر فأكثر فيما يتعلق بكل الجغرافيا وخاصة في مناطق حلب يعني أنت ذكرت الآن بمقدمتك ما تعلق بالكلية الجوية الدفاع الجوي وأنا باعتقادي الانتصارات قادمة والانتصارات لن تتوقف فيما يتعلق بهذه المواجهة لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتخذها السياسة الزئبقية هذه السياسة المناورة والنفاق السياسي ليس من رد عليها سوى على أن تبقى الولايات المتحدة تأخذ هذه السياسات لكن هناك رد حقيقي وتحدي حقيقي لمثل هذه السياسات وهو الاستمرار واندفاعة وعمليات وهذا أيضا ما أشار إليه سيد حسن نصر الله عندما قال بأن الحقيقة تتكشف يوميا هناك دائما حقائق تظهر لك يوميا على من سلحها ودربها ومول هذه التنظيمات الإرهابية ومن جاء إلى المنطقة وخاصة إلى سوريا من أجل الدمار والخراب والتدمير لهذه البنية التحتية لكن تعطرفوا كثيرا بذلك وبالتالي هذا السلاح من أين يأتي وبالتالي الجسور الجوية التي كانت تعبر بأموال سعودية وبالتالي الآن حتى مراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية كلها تشير تماما إلى أن السعودية بما يتعلق بشراء السلاح فيما يتعلق بعام 2016 و2015 كانت الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بالسمرار هذا السلاح إلى أين يذهب؟ سيذهب إلى هؤلاء الارهابيين كما سيذهب إلى اليمن وبالتالي المعارك واضحة فيما يتعلق بهذه الحالة لكن ذلك كله يتم فعلا بتنسيق وبغطاء أمريكي لأن المسألة لا يمكن فصلها على هذا النحو وبالتالي عمليات الدعم وعمليات الغطاء لم تتوقف لم تتوقف منذ بدء الأزمة إلى الآن ونحن يوميا أمام معطيات جديدة فيما يتعلق بالتسليح فيما يتعلق بالدعم فيما يتعلق بالغطاء السياسي والإعلامي لهذه التنظيمات الإرهابية من هذه الدول المشخصة والمعروفة والتي أصبحنا نقول على أنها شريكة لهذا الإرهاب في مواجهة الدول السورية لماذا دائما في المشهد السياسي يغيب المحرك الأساسي الثعلب الأساسي لما يجري في المنطقة ودائما يعمل من خلف الستار البريطاني اليوم هناك كشف أحد الكتاب ميريك روبريم ميريك لصحيفة الاندبندت البريطانية بأن بريطانيا تدرب طيارين سعوديين رغم التقارير والأدلة التي تثبت تورط النظام السعودي بأنه مجرم حرب اليوم بسفك الدماء السوري إن كان في سوريا أو إن كان في العراق أو إن كان في اليمن يعني أنت لاحظ تماما كل ما يجري أنه لا يمكن أن نفصل للموقف الأوروبي بأدواته المختلفة أو بالحرب السياقية المختلفة عن الدور الأمريكي بالأساس وبالتالي هي في حالة من التبعية فيما يتعلق بهذا الحالة طالما المايستر هو الولايات من تحت الأمريكية إذن وبالتالي تحصيل حاصل سيكون مع الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الخندق وفي نفس المحور بريطانيا وفرانسا وسعودية وقطر وتركيا وأسرائيل أيضا المسألة واضحة تماما لذلك هي تحديد طبيعة الصراع وهوية الصراع بالأساس هو ما بين مشروعين على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى المنطقة هو ما بين مشروع مواجهة هذا الإرهاب والمشروع الإرهابي الشركاء به أو القياديين به هذه الدول الضامنة والرعي لذلك البريطانيا لا تختلف عن فرنسا يعني اليوم أنا استمعت تماما إلى شتاين مايروزي الخارجية حتى مع كل هذا الدور الروسي فيما يتعلق بالاستناد إلى الشرعية الدولية والاستناد إلى الموافقة السورية والتأكيد على السيادة السورية ووحدة الشغرافية السورية ما زال هناك من يطرح أنه لابد من فرضه أقوبات على روسيا من أجل فعلا على أن تكف عن قصفها للإرهابيين واشتايمار اليوم يتحدث بكل بساطة أنه هذه الأقوبات غير مفيدة لأنه ما زالنا نحتاج روسيا من أجل المفاوضات لذلك أنا باعتقادي لكل من دوره اليوم فيما يجي في العالم هذا النفاق السياسي بات مفضوحا ومكشوفا وبالتالي لا يمكن الإصطنار به على طريقة أنه ممكن أجذب ويصدقني بعض الناس لكن أنا أستمر بالكذب من أجل أن يصدقه لكل الناس أنا باعتقادي له وبدأت فعلا تتهاول كثير من هذه الأهداف الأمريكية وحتى من هذه الإجراءات الأمريكية التي تحاول فيها أن تتلاعب أكثر فأكثر بالأوضاع الداخلية في سوريا نعم أستاذ أحمد بين معركة حلب اليوم ومعركة الموصل العدو واحد الإرهاب واحد المصير واحد هناك تقدم ملحوظ للجيش العراقي والحجد القوات الحجد الشعبي أيضا باتجاه استعادة الموصل وتحريرها من التنظيمات الإرهابية اليوم كيف تنظر إلى الرابط الحقيقي وخاصة أن هناك كان تهويل قبل بدأ هذه العملية في الموصل بأن تنظيم داعش الإرهابي وخاصة بالمشاورات بين الأمريكي من جانب وبين السعودي بمحاولة إرسال التنظيمات الإرهابية تنظيم داعش من الموصل باتجاه الرقة أو باتجاه المنطقة الشرقية في سوريا شوف محاولة التيئيس فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب للدول الصادقة والجدة في هذه المكافحة واضحة تماما وبالتالي التلاعب عليها كثير عاملتهم سواء من قبل الواتبتاهة الأمريكية أو من قبل حلفائها في المنطقة يعني الدول الإقليمية المجاورية التي هي بالأساس أيضا جزء من هذه الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا وعلى العراب أنا باعتقادي هم يدركون تماما على أن إذا أرادوا أن يكونوا جادين ولديهم القرار السياسي أو الإرادة السياسية في مكافحة هذا الإرهاب للقضاء عليه المسألة ليست متعذرة وليست مستحيلة لكن بالأساس هم يدركون تماما على أن سوريا بانتصاري على هذا الإرهاب ستكون غير سوريا التي يريدون لها أن تكون ونفس الشيء فيما يتعلق بروسيا التي بدأت فعلا بتحدي كل هذه السياسة والاستراتيجية الأمريكية ليست فقط في المنطقة إنما أيضا على مستوى النظام العالمي الجديد لذلك هم ما زالوا يطرحون هذه المسألة هم يدركون تماما أنه فيه علاقة بوجود الإرهاب وبمكافحة هذا الإرهاب لا علاقة واضحة تماما لكن هم لا يريدون فعلا غير جادين وغير صديقي في مكافحة الإرهاب ما زالوا يشغلونه كأدوات من أدواتهم في هذه المنطقة في مواجهة ما يطلقون عليه بخصوم السياسة الأمريكية أو بالمعادية السياسة الأمريكية سواء كانت روسيا أو سوريا عندما نتحدث اليوم عن ظهور للجانب المصري الذي كان حاضر في مجلس الأمن وما صرح به وزير الخارجية المصري بأن هناك مشروع قرار سوف يقدم إلى مجلس الأمن مشترك بين المصر وأيضا إسبانيا ونيوزيلندا وعلى الفور بعد جلسة مجلس الأمن التي سبقت الماضية تحديدا كان هناك رد الفعل من قبل النظام السعودي بأنه قطع العلاقات وخاصة الإرادات النفطية اليوم أو النفط باتجاه الدولة المصرية لماذا الخوف من عودة العلاقة كما كانت في سابق عهدها بين سوريا ومصر لحظ تماما أنه نحن الآن أمام نوع من عملية اختلاط وخلط الأوراق بما يتعلق حتى في العلاقات الثنائية كانت تعتقد السعودية على أنها بالرشاوة التي بين قسين حاولت أن تقدمها لمصر كدعم اقتصادي ودعم مالي أنه ممكن أن تشتري الموقف المصري لصالح التوجه السعودي لكن اتضح تماما أنه بدأ هناك اختلال بين واسين القوى في المنطقة لأن مصر تمثل حالة من الثقل في المنطقة العربية أنا باعتقادي الآن هذا الخروج المصري فعلا من العباء السعودية من العباءة التوجه السعودية والرشاوة السعودية بدأ يعطي أكوحي الحقيقية والأساسية على أن لا أحد يمكن أن ينازع مصر على دورها في المنطقة ومن هنا الآن الفرصة متاحة بالنسبة للمصر باعتبارها عضو غير دائم في مجلس الأمن على أن يكون لها دور حتى على المستوى السياسي إضافة إلى الدور القائم الآن بما يتعلق باستمرارية العلاقة مع سوريا سواء على مستوى أمني أو على مستوى يعني متواضع إذا أردنا الآن من هنا بدأ الغضب السعودي والسخط السعودي على الحالة المنظورة الآن للمصر بهذا الثقل العربي لذلك من هنا أنا بأعتقادي يعني في الأولي الأخير شاهدنا الكثير من مشاريع القرارات قد ديبات لمجلس الأمن وبالتالي كانت دائما تواجه بالرفض سواء من قبل روسيا لأنها فعلا لا تلبي الحاجة فيما يتعلق بالوضع في سوريا أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تقدم روسيا بعض المشاريع أيضا التي تمنح يعني بمزاقية وبجدية الأوضاع في سوريا الآن هذا التدخل أنا بأعتقادي مهم جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة لنيوزيلندا وأسبانيا من أجل إلى الأقل طرح مشروع متوازن فيما يتعلق بالحالي في سوريا طالما الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تتباكى على المساعدات الإنسانية على هذا النحو وبالتالي تحاول أن تقفز فوق كل هذا الدور السوري بتقديم المساعدات أيضا وباحتضان أبناء وطني وسيكون هناك ضغط كبير أيضا في الأيام القادمة في المستقبل القريب على مصر أيضا وخاصة أن هناك جاء رد بعد وقف الدعم النفطي من قبل النظام السعودي لمصر قطعوا جاء إيران كان لها أيضا مواقف روسيا بأنها مستعدون لتقديم الدعم النفطي وكافة ما يريده الشعب المصري ردا على ما قام به النظام السعودي أنت لاحظ سماما أنه نحن أمام نوع من عملية التوازن فيما يتعلق بالتوجهات كلما زاد الضغط العسكري من خلال هذه التنصيمات الأرهابية المشغلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغربية ودول المنطقة وأيضا ازداد أمليات التشابق والتعقيدات في أوضاع المنطقة سيكون هناك فرز أكثر فأكثر فيما يتعلق بالمواقف المتمركزة أو بالأخرى الموزعة على هذين المحورين المحور المقاومة في مواجهة الأرهاب ومعه أيضا مواجهة الأرهاب الإسرائيلي ومحور الآخر الذي يريد فعلا على أن يأخذ المنطقة بكاملها إلى مجهول هذا الفرز قائم الآن ومن هنا نجد تماما على السعوديين عندما قطعوا تزويد مصر بالنفط ورغم بوجود هذه الاتفاقية من خلال شركة أرامكو كان واضح تماما أنهم يمارسون عملية ابتزاز سياسي من خلال هذا النفط ومن خلال العقود التي كانت بوقفة وفضح متجدد بهذا الدور لكن مصر أنا باعتقادي لا يصحب بالنسبة لها إلا الصحيح ستأخذ موقعها الحقيقي والآن المناقشات التي ستجري في مجلس الأمن فيما يتعلق بهذا المشروع المشترك الذي محركه الأساسي مصر في مجلس الأمن أيضا ستطرح مجددا فعلا كيف يمكن أن يتبلور أكثر فأكثر هذا الدور المصري فيما يتعلق بعلاقته من سوريا لا سيما أنه بدأنا نسمع حتى على لسان كثير من المسؤولين المصريين والمحللين المصريين والإعلاميين المصريين على أنه لا يمكن أن تترك سوريا هكذا بجيب السعوديين وبالتالي التلاعب الأمريكي الإرهابي على هذا النحو فيها وبالتالي الدور المصري قادم بشكل أساسي ومتبلور لأنه ما التقت سوريا ومصر إلا وكان هناك خير للأمة العربية إن شاء الله لا يسعني أن أشكر أغضيفي الكريم الأستاذ أحمد صوان الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا شكرا لك وتحياتي للمشاهدين وشكرا لكم دانيا نعم أيضا شكر موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة هذه تحيات فريق العام ومني أنا عبدو زمام دمتم بأمان له إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة